أسعار ضمينات.com سوف تزداد بنسبة 7% ابتداء من فاتح شوتنبر من هذه السنة أي سنة 2022 ما هي الأسباب التي جعلت هذا الامتداد يرتفع وكذلك ما هي الحلول التي يجب أن تقوم بعملها هذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه اليوم إن شاء الله في حلقة جديدة من أخبار الضمينات لكن قبل ذلك سوف نبقى أولا مع هذا الفاصل الإشهاري ثم أعود إليكم إن شاء الله مباشرة لكي أشرح لكم كل شيء بجميع التفاصيل فهذا الفيديو هو برعاية موقع نيمسايلو نيمسايلو هو أحد المواقع القليلة جدا الذي يوفر لك إمكانية وضع الضمينات الخاصة بك على منصة أفترنيك وكذلك يوفر لك وضع الضمينات الخاصة بك على منصة سيدو هذه المنصات تجعل الضمينات الخاص بك يظهر إلى أكثر عدد ممكن من المتابعين حتى يقوم بشراء الضمينات الخاصة بك إن قمت بشراء الضمينات باستعمال الكوبون التخفيدي الذي تراه هنا في الشاشة والذي هو مستر كيحل فقط قم بمرسلتي وسأقوم بإعطائك ضعف ما قمت بشراء إن قمت بشراء ثلاثة ضمينات سأقوم بإعطائك ستة ضمينات إن قمت بشراء عشرة ضمينات سأقوم بإعطائك عشرون وإن قمت بشراء ضمين واحد سأقوم بإعطائك اثنان ضمينات إذن بعد أن تعرفنا على منصة نيمسايلو سوف نبقى الآن مع الشرح العملي إذن اليوم إن شاء الله سأشرح لكم لماذا سعر Dominate.com سوف يزداد في الأيام القادمة يعني فاتح شهر شسنبير من هذه السنة لماذا سوف يزداد هذا السعر فقبل أن أشرح لكم لماذا دعونا أولا نتكلم على أمر مهم جدا فجميع الضومينات يعني كيفما كان نوعها فهي تأخذ الضومينات من الآيكان الآيكان هي التي تقوم بصناعة الضومينات سبق وعن قمت بعمل حلقة حول الآيكان وكل ما إلى هذا سوف تجده هنا في هذه البطاقة فالآيكان هي التي تقوم بإعطاء الترخيص من أجل أن تقوم بإنشاء امتداد ما فمثلا إن أردت أنا شخصيا أن أقوم بإنشاء مثل امتداد ولنقول مثلا اسمه .كيحل فيجب أن أقوم بعمل طلب للآيكان حتى تقوم بإنشاء هذا الامتداد لي لكن تأكد بأن هذا الطلب لا يكون بسعر رخيص فسوف تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة وكبيرة جدا لأن هذا الأمر ليس بتلك السهولة التي تظن بالنسبة للحكومات فهي تقوم بأخذ الترخيص من الآيكان لكي تحصلها على الامتداد يعني خاص بدولة ديها مثلا هنا في المغرب مثلا لدينا .MA في مصر يوجد .EG في الجزائر يوجد .DZ وهذا يعتبر أمر مختلف وهذا يعتبر الشخص الذي يقوم بعمل هذا الامتداد فهو الشخص الذي يقوم بأخذ كامل الأرباح لأن هذا أيضا يعتبره ويعتبره مشروع من المشاريع الذي يقوم بعمله يعني بعض المستثمرين وكبار رجال الأعمال هذا من جهة بالنسبة لل.com وال.net فشركة هي الشركة التي تحتضن هذا الامتدادين يعني كلاهما وبما أنها مالكة الامتداد.com فهي من سوف تقوم بزيادة السعر يعني في الأيام القادمة اوكي فشركة فيريزاين هي شركة رائدة في هذا المجال وقد بدأت منذ سنة 1995 وهي يعني توجد في البورصة الامريكية يعني أنها شركة قائمة بذاتها لذلك فهي أيضا تريد أن تقوم بالربح قد قررت هذه الشركة أن تقوم بزيادة السعر وللإشارة هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بزيادة السعر فالسنة الماضية يعني سنة 2021 قامت أيضا بزيادة السعر ومن خلال يعني ما ما بحثت ومن خلال ما قرأت أنها لديها يعني كونتراكت لديها وطيقة واتفاقية مع الايكان أنها سوف تقوم أيضا بزيادة السعر يعني في السنة القادمة والتي هي سنة 2022 وكذلك سوف تقوم بزيادة السعر في السنة الموالية والتي هي سنة 2024 يعني أن الزيادات فهي في السمرار يعني أكثر وأكثر فشخص ما قد يقول لي أنا لم يسبق لي وأنت عاملت مع شركة فما هي علاقة أنا مع هذه الشركة ولماذا سوف تقوم هي بزيادة السعر دعنا أولا نتفق على أمر مهم جدا فشركة فيريزاين هي شركة تقوم ببيع الضمينات بالجملة للرجسترار إذن فشركة فيريزاين هي شركة تقوم هي ببيع الضمينات بتمنى الجملة للرجسترار والرجسترار بدورهم يقومونهم ببيع الضمينات لنا لكي نقوم نحن بشرائها فهذه الشركات يعني مثلا نيمشيب نيمسايلو بوركمان جودادي وغيرها من الشركات الأخرى فهذه الشركات تقوم بزيادة هامش الربح الخاص بها وتقوم بشراء الضمينات بالتمنى الجملة من فيريزاين ثم تبيعها لنا يعني بشكل مباشر فبما أن فيريزاين قامت بزيادة السعر فمباشرة الرجسترار سوف تقوم أيضا بدورها بزيادة السعر وهكذا دولي فشركة فيريزاين تبيع الضمينات بتمنى الجملة للرجسترار الموجودة الذين نقوم باستعمالهم تقوم ببيع لهم الضمينات دوت كوم بتمنى يتراوح ما بين 8.39$ إلى 8.97$ لكن إن شاء الله بعد أن تقوم بزيادة 7% فالسعر سوف يكون أغلى هنا نتحدث للسعر الجملة فقط فعندما سوف يزداد السعر فمن طبيعة الحال سعر الريتيل يعني سعر البيع المباشر سوف يكون أكثر يعني بكثير يعني أنك لن تقوم بشراء الضمينات بتمنى الجملة مثل ما تقوم به مثلا الشركات التي تشتريها من فيريزاين الآن قد تسألني ما هو الحل بكل بساطة فالحل يوجد حلان الحل الأول وهو أن تقوم بتجديد الضمينات الخاصة بك يعني لمدة طويلة يعني بالنسبة للضوت كوم أقصى شيء ممكن أن تجدد فيها الضمين هو عشرة سنوات هذا هو يعتبر الحل الأول والحل الثاني صراحة هو الذي أستعمله شخصيا وهو أن تقوم بعمل ترانسفير للضمين من روجسترار إلى روجسترار آخر ماذا أقصد بهذا هنا بكل بساطة أن تقوم بإرسال الضمين مثلا أن تتمثلك الضمين في Nimship سوف تقوم بإرسال الضمين من Nimship إلى GoDaddy مثلا أو إلى NimSilo يعني مثلا عندما يقترب الضمين على أن ينتهي وتريد مثلا تجديد هذا الضمين لنفس أريد مثلا أن الضمين سوف ينتهي مثلا مثلا يوم ثلاثين من شهر غشت مثلا من هذه السنة سوف تقوم بإرسال الضمين مباشرة من حسابك على Nimship إلى Nimship ثم سوف تقوم بالاستفادة من سنة أخرى لأنك عندما تجدد الضمان فأنت تستفيد من سنة موالية بعد ذلك مثلا قمت باستعمال الضمان ولم يتم بيع هذا الضمان أو بكل بساطة أنك تشغل فيه في موقع فعندما يقترب وقت تجديد الضمان والتي هي 30 غشت من سنة 2023 سوف تقوم مرة أخرى بعمل ترانسفير من حسابك على نيمسايلو مباشرة إلى حساب آخر ولنقول مثلا نيمشيب أو أي شيء من هذا القبيل وهكذا دولك في كل سنة تقوم بإرسال الضمان إلى روجسترار مختلف وهكذا سوف تقوم دائما بتجديد الضمان بثمان رخيص ورخيص جدا يعني مثلا تمان الترانسفير تمان الإرسال من منصة إلى منصة سعره فقط من 8 دولار إلى غاية العشرة دولار أما سعر التجديد في داخل المنصة فهو غالي جدا وبعد الشركات تحتسب هذا السعر بـ 12 دولار بعضها تحتسبها بـ 14 دولار وبعضها تحتسبه بـ 20 دولار إذن بالنسبة لي من الأفضل أن تقوم بإرسال الضمان من منصة إلى منصة أخرى وهكذا سوف تقوم بتجديد الضمان بأقل ميزانية ممكنة بدون أي مشاكل أتمنى بأن هذا الأمر واضح جدا وأتمنى بأن هذا الأمر قد يكون مفيد لكم فهذا يعتبر أسهل طريقة وأرخص طريقة من أجل أن تقوم بتجديد الضمانات الخاصة بكل سهولة وبأقل ميزانية ممكنة إذن شكرا لكم على المتابعة وتحياتي لكم لا تنسى الاشتراك في القناة لا تنسى تفعيل الجرس لا تنسى الاندمام إلى مجموعتنا على فيسبوك وفي الأخير لا تنسى عمل فولو على حسابي على انستغرام وجميع الروابط سوف تجدوا أسفل هذا الفيديو إذن تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته